ولذلك كله فإن مسؤوليتنا ما تزال كبيرة وجزيمة ويكاد الواجب الجهادي والوطني أن يكون فرض عين على كل يمني ويمنية حتى يكف المعتدون أذاهم عن بلدنا ويدركوا أن اليمن بلد عزيز لم يخطئ بحق أحد ولم يبدأ الاعتداء على أحد ولا يستحق كل هذه الإساءات والممارسات الخاطئة من أي أحد وفي هذا السياق أنصحوا كل أصحاب القرار في دول العدوان بكف الأذى والمسارعة إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وفوق هذا النصح استعداد صادق لمساعدتهم على ذلك أيها الأخوة والأخوات إن كل السنين الماضية بكل ما حفلت به من معطيات وأحداث ومتغيرات قد أثبتت وبما لا يدعو مجالا للشك سلامة الموقف الوطني المناهض للعدوان وحصافة مكوناته الشريفة وصوابية ما يتكئون عليه من رؤى سديدة واختيارات وخيارات موفقة أنتجت كل هذه المواقف المشرفة والراسخة والمبدئية وما كان ذلك ليكون لولا توفيق الله ثم الإنحياز المطلق للشعب والأرض والتمسك منذ اللحظة الأولى بالقرار السياسي الحر والمستقل ولقد اخترنا هذا الطريق باعتباره الخيار الوحيد والمتاح لحفظ ما يمكن حفظه من احترام الذات وصون ما يمكن صونه من حقوق ومصالح الشعب في أمنه وعزته وكرامته وسيادته واستقلاله وها هو اليوم الواقع يشهد كل يوم بهذه الحقيقة الناصعة ويؤكد لكل ذي عينين بأن من رهن نفسه أو يحاول أن يرهن نفسه للخارج إنما هو في الواقع يحكم على نفسه بالتيه والضياع ويتحول إلى معول هدم وإلى حالة خطرة على نفسه وعلى كل شيء جميل في ربوع هذا الوطن الواحد والموحد ولنا في نموذيق والعملة والارتزاق مثال حي وشاهد ناطق على صحة ومنطقية ما نقوله ونفعله منذ سبعة أعوام ولعل ما يجري اليوم في المناطق المحتلة هو إثبات جديد لهذه الحقيقة وتأكيد إضافي على قبح مشاريع الارتهان والتبعية مثل ما هو دليل أيضا على عظمة مشروع التحرر والاستقلال إن مشروع التصدي للعدوان الخارجي والتحرر من كل صيغ الهيمنة والوصاية هو اليوم الملاذ الآمن والحاضن الوطني الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في بناء المصالح العليا للشعب وفي حماية القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسيادة والاستقلال وصون الجمهورية والحفاظ على وحدة وسلامة الأرض والشعب وهو المعول عليه في تصحيح كل المسارات والعناوين التي انحرفت بها المشاريع الصغيرة ومن يقول بغير ذلك فهو إنما يمارس حالة مزرية من حالات الغش والخداع لمن يسير معه أو يدور في فلكه وفي الختام أوجز بعض الرسائل في نقاط سريعة ومختصرة أولا أجدد التهاني والتبركات بهذه الذكرى الخالدة وأحث كل العلماء والمثقفين والكتاب والإعلاميين على إبراز معاني الوحدة كمتطلب من متطلبات عزة اليمن ودوره ومكانته ومستقبل أجياله وما يرتبط بها من دلالات نبيلة وما تستدعيه من قيم الإخاء والتسامح والتعايش والتصالح ونبذي كل أسباب الفرقة والكراهية ومن تبعية أو حزبية أو مذهبية أو طائفية أو مناطقية أو عنصرية والترسيخ ثقافة التعاون والتكامل والتحرك الدائم في إطار المشاركات الواسعة والجامعة ثانياً أحيي كل الجهود المباركة التي يبذلها مسؤولنا وشبابنا وقياداتنا الميدانية في جميع مؤسسات الدولة وكل الرجال المخلصين في جميع ميادين العمل وفي مختلف المجالات أمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً وفي هذا السياق أبارك وأهنئ أبناءنا وإخواننا الطلاب الملتحقين بالمراكز الصيفية وأثني كثيراً على الإقبال المشرف وعلى دوري ووعي المجتمع والآباء الكرام كما أحيي المعلمين وأقف أمامهم بإجلال كبير كما نارات هدى وتقى ومشائل تضيء النفوس بنور العلم والمعرفة وأشكر كل جهود الرعاية وبرامج التأهيل الراغية والمثمرة التي تبعث على الفخر والاعتزاز وأحث الجميع على مضاعفة الجهود وإحياء خصائص الصبر والتكابل والتراحم واستشعار المسئولية تجاه المرابطين أسرهم وتجاه أسر الشهداء وأسرانا وجرحان الأعزاء وأسرهم ومواصلة العمل بشكل دؤوب ومستمر على تعزيز الجبهة الداخلية والارتقاء بالوعي المجتمعي العام بطبيعة المرحلة ومتطلباتها اشتركوا في القناة